طيب بالتأكيد الكل محتاج يسمع ويشوف مين موجود بكرة في قائمة النادي الاهلي استعدادا لمباراة سموح قدامكم دي لقطات على فكرة النهاردة كان في مراني الاهلي اللي انطلق الساعة 4 عصرا كابتن سيد مع حسام عشور كابتن النادي الاهلي ونقول له كل سوان طيب يا حسام طبعا انا براح كان عيد ميلاده حسام عشور تاريخ طويل جدا مع النادي الاهلي بطلات وانجازات وارقام وان شاء الله الفترة الجاية يقصر الارقام القياسية في فكرة عرض المشاركات وعرض الفوز بالبطلات والانتصارات اللي بحقها مع النادي الاهلي لكن قائمة النادي الاهلي استعدادا لمباراة سموحة غدا في الدور العام ريني فيلر اعلن القائمة لمباراة الغد اللي هتكون ان شاء الله ساعة 7 ونص على استاد القاهرة هذه المباراة ضمن منافسات الجولة 18 في مسابقة الدوري الممتاز القائمة جاءت كالتالي في حراسة المرمى محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شوفير خط الدفاع رامي ربيعة محمد هاني أيمن أشرف محمود وحيد أحمد فتحي خط الوسط أليو ديانج حسين الشحات عمر السلية وليد سليمان محمد مجدي أفشة أحمد الشيخ حسام عشور عربي بدر خط الهجوم مروان محسن وأليو بجي إذن من القائمة تقدر تقول جهاز الفني فضل أن يكون فيه راحة لعلي معلول في مباراة الغد ياسر إبراهيم وجونير أجايي طبعا بكرة المباراة الثانية في العقوبة التي أقرتها اللجنة أو مش هيكونوا موجودين في مباراة الأهل واسموحها غدا خط الوسط تتكلم في وجود عمر السلية وأليو ديانج عندك في الأطراف عندك حسين الشحات عندك وليد سليمان عندك أفشة عندك أحمد الشيخ عندك كمان عنصر صاعد من فريق الشباب عربي بدر ضمن اللاعبين إن شاء الله في مباراة الغد أمام فريق سموحة خط الهجوم تتكلم عندك مراوان محسن وعندك أليو باجي إذن إن شاء الله بإذن الله تكون القائمة فيها استعدادات بالنسبة للمرحلة اللي جاية خسام عشور بيعود للقائمة من جديد وهيكون إن شاء الله أحد الحلول وأحد الأوراق الرابحة إن شاء الله في قائمة مباراة الغد يقدر فيلر إن شاء الله من هذه القائمة ومن خلال الاستعدادات اللي شافها في الفترة الأخيرة بعد مباراة سانداونز مين هيكون جاهز معاه في مباراة الغد إن شاء الله أمام فريق سموحة برضو عايز أقول لكم على نقطة مهمة جدا فريق سموحة طبعا كان فيه فترة توقف طويلة بالنسبة للدور العام خلال الفترة الأخيرة لكن في شكل عام كابتن حمد صدقي اختار 19 لاعب لدخول في معسكر مغلق بالنسبة لمباراة الغد الهان اسلمان عمر صلاح أحمد جمال رجب نبيل أحمد الفتوح شريف فارضة محمد نادي الطرهوني كريم يحيا محمد كوفي أحمد حمص محمود حليمو إسلام جمال يوسف فديوب ديريك تسسامبي إمومو أحمد حسن مكي حسام حسن ومحمد طلعت لكن الرباعي صلاح محسن ناصر ماهر فوز الحناوي محمد عبد المنعم مش هيكونوا موجودين في مباراة الغد نتمنى ان شاء الله أن النادي الأهل في مباراة الغد يحصد السلاسة النقاط ويكون سلسلة انتصارات متتالية ودوري بإذن الله دوري تاريخي دوري الله هزيمة